موسيقى 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 اهلا بكم كل طلمنا في 3 سنوى النهاردة بنستكمل حل مع بعض كتاب برافو البوكلت ده الكتاب بتاعنا يا جماعة عشان في ناس كتير سألتنا على اسم الكتاب هو اسمه برافو امتحانات البوكلت في 60 نموذج امتحان ان شاء الله حنحلهم مع بعض سوى اللي عايز يتابع معنا حلينا امتحان الاول والتاني ان شاء الله النهاردة حنبدأ نحل ايكزاماتور والامتحان الثالث يلا نبدأ في صفحة 17 عندنا اديكم والاولانية بعنوان لاميتيسي أسنسيال يعني الصداقة شيء ضروري تيزاميكم برينتي سانتيمو ايتي اوبنيو هل اصدقائك بيفهموا مشاعرك واراءك الايكوت هما بيستمعو لك بيساعدوك لما يكون عندك مشاكل طيب حنعرف الاراء هنا كامي عندها 15 سنة بتقول لنا بيساعدوك انا عندي صديقة مش في مدرستي ستين كوبين هي صديقة الطفولة السابل شارلوت يوم السبت مثلا هي بتقضي الصهراء عندي تفقنا ان هي في المنزل عندها اون ايكوت ديلا ميزيك بنستمع للموسيقى ديشانسو ونستمع للاغاني ونشاهد التلفزيون مارتين بيقول لنا ان هو عنده سيزان 16 سنة من ميير او مي سابل تيو يعني احسن صديق عندي اسمه تيو لجو دي ابريل يكور يوم الخميس بعد الحساس اونفا على بيسين بنروح حمام السباحة الي دي مانشو يوم الاحد انجو او تينيس بنلعب التنس ابريل بعد ذلك اونفا شو الوي بنروح عنده الوي را كونت مي برو بلام وبيحكي لي مشاكله اه بحكي له مشاكله الوي را كونت انا اللي بحكي له مشاكله جي سي كي اني فابال ري بتاي وانا اعرف انه هو مش هيعيدها تاني مش هيكررها يعني معناه مش هيقولها لحد تاني اونسي اكوت اونسي دون دي كونسي بنستمع لبعض بنعطي بعض النصائح بالنسبة لجرمي عندها كنزة مو جي نوك لي جامل لزاني برسار دي مي زامي انا عمري ببنس اعياد الميلاد الصديقاتي جي لرنفوا دي مي ساج و دي فوتو انا بأرسل لهم يا اما رسائل يا اما صور مامي يركبين ساب المغي جلوي تليفون تولي سواغة احسن صديقة عندي هي مريع انا باتصل بيها كل مساء ايجي انو ترامي وعندي صديقة اخرى كي ابي تلوان بتعيش بعيد الورم باغلو تجو غصير لشا بنكلمها بكلمها دايما على الشات او على الانترنت السؤال الاول بور كنتك تي سونامي الوانتان جيرمي عشان تتصل او تتواصل مع صديقتها البعيدة جيرمي بتعمل ايه؟ قلنا شات طبعا افيق ال بتكلمها على النت بمناسبة اعياد ميلادهم جيرمي بتعمل ايه لصديقتها صديقتها بترسل لهم دي فوتو كو مارتين ايش شي سونامي تيو لما يكون مارتين معا عنده صديقه تيو بيعمل ايه؟ طبعا هنا رقم ثلاثة بنختر لها هنا دي اللي هو الوي رقون تسي بروبلام بيحكيلو مشاكلو كمي شارلوت باصل اسوري دي سامدي هنا كمي وشارلوت بيقضوا الصهراء بتاعة يوم السبت طبعا على ميزون دي كمي صفحة 18 السبور بريفري دي تيو سي طبعا الرياضة المفضلة لتيو اللي هي لناتاسيو السباحة مارتين ايسون كوبافو على بيسين هنا مارتين وصديقه بي روحوا حمام السباحة لجدي ابريلي كور بعد الحساس الوثيقة التنى بتقلنا لجرني دين فام ترافيز يعني يوم سيدة عاملة سيدة العاملة دي اللي بتشتغل حنشوف بتقضي يوم هزاي بتقلنا جي مابيل لورالوي جي كارنتا عند ربعين سنة جي سوي امبولويي انا موظفة دانزين جراند السوسياتي في شركة كبيرة لترافي كومونس اونيف اغ جاريف او بيرو عندي مير اير افون يعني هي بتبدأ الساعة تسعة بتصل الى المكتب بتاحها نص يعني قبل العمل بنصف ساعة جي برون دي كوفي عفون دي كومونسي بتشرب كهوه قبل ان تبدأ جي رسوال ليزابيل تليفونيك دي كليا بتستقبل المكالمات التليفونية بتاعة الزباين ايري بون داالير كسيو بتقاوب على اسئلتهم جي دي جي نافيك مي كوليج دي ترافي يعني بتتغدى مع اصدقاء في العمل يعني الساعة تنشر ونص هي وقصدقوها في العمل دول ويتغدوا في مطعم قريب من الشركة تي يعني هي بتبدأ العمل مرة تانية من الساعة اربعتاشر للساعة تمنتاشر ويجي براع لي مترو بو رانتري على ميزون بتاخد المترو شون ترقع لي المنزل كو جي رانتر جي في الميناجة لما برقع المنزل بعمل اعمال المنزلية ويجي دي نافيك ما فامي اه اه بانتر بتتعشى مع عالتها الساعة عشرين بعد كده بت اقرأ كتاب او بشهد التلفزيون الساعة اتنين وعشرين جي في اولي بتروح على السرير لسامده لديمانش السابت والاحد جي في او كلوب افيك ميزون فا جي في او باسكت من فيس تيو في دي لابوكس بتروح تمارس رياضة مع اطفالها ابنها تيو بيلعب البوكس اي موفي سيلين في دي تينيس هنا بنقول سي دي كومو نو ام ديك بتوضح لنا طبعا رقم دي اللي هي لكاركتر شخصية لورا لسبوق دي سيلين اي طبعا هنا بتحفز لتينيس لورا ايم لير بتحب ان تقرأ طبعا هنا افون دي دورمير قبل ان تنام لورا فيليس انترا فاي بتنهي العمل بتاحها هنا لابريمي دي بعد الظهر رقم تسعتاشر صفحة تسعتاشر لورا برا سودي جيني بتاخذ الغداء بتاحها طبعا في الريستوران في المطعم كالورا رتورنا على ميزون لما بتريع المنزل بتعمل ايه طبعا بتعمل فيلي تاش مانيجير اللي هي الاعمال المنزلية غسير الموعين وهكذا بنحل اسئلة السيتياسيون فوترو كوبا فودي مان دو فوترو اكي مو بورج وي على بيتانك فوديت ها زميلك هنا بيسألك ايه هي الادوات اللي هي بتعوزها عشان تلعب البيتانك اللي هي قرات الحديدية طبعا كلام ده احنا شرحنا في اول درس في المنهج درس مهم جدا لما قلنا كل رياضة وايه هي الادوات اللي بنستخدمها عشان نلعبها وايه الملبس اللي بنلبسه عشانها درس طبعا مهم جدا طبعا هنا عشان نلعب الكرات الحديدية بيقوله هنا طبعا يعني محتاج هنا اللي هي الكرات الحديدية دي طيب بعد كده بنقول انت بتحدث هنا عن شخصية صديق فهنا بتقول الى رومانتيك اه هو رومانسي ما بقولش الى برين هنا برين اللي هو قمحي بقى هنا بتكلم عن الوصف الجسمي او الجسدي لا ما بقولش مسألش عن عمره هو بيرسم كويس لا انا بقول ان هو شخص عاطفي تحدث عن شخصيته وك سيبرمي فوتر ادميراسيو وو اللاتيني دانومي انت هنا بتعبر عن اعجابك ادميراسيو غي من برب ادميري هنا انت معقب بلبس صديقك فح تقوله ايه طبعا هنا سي اوريجنال رائع لكن اوريبل مرعب بشع سينيل سيء ما ينفعوش فوتر بتي فرير فو ديماند او فو اشتي دي لانتي اه هنا هنا بيسألك صديقك من فين بنشتري العدس طبعا لريو دي سيبر مرشي اقسام السوبر ماركت خدناهم واخدنا من كل قسم بنشتري ايه بنراجع دينا على المنهج عشان الناس اللي هي عايزة تتذكر ايه الكلمات طيب هنا بنقول منين احنا بنشتري العدس طبعا بنشتريه من قسم المنتجات طبعا بنقول هنا هنشتري العدس من قسم الرز ومقرؤنا والقدروات الجافة بيسألك صديقك من يعمل في الحقل احنا هنا بنقول له اللي هو الفلاح ايه طبعا ايه طبعا ضمير اللي هو يا جماعة بيحل محل المكان بحل هنا محل وشام بنرجع كمان قواعده بنحلم مع بعض الصفحة عشرين انت هنا بتصف الحي بتاعك طبعا خدناها في السنة تانية بقول هنا يعني يوجد مدان كبير بيسألك هنا صديقك انت جهزت ايه للحفلة هنا بتقول له عملت الفطائر مع القاتون طبعا ماتير قراس اللي هي المواد الدهنية بيسألك اشتريت ايه مادة ضغنية انت بتقول له هنا اللي هي الزبدة يعني ايه رأيك في تسلق القبال بيسألك عن رأيك فبتقول له هنا يعني هي رياضة قطيرة بيسألك ايه الحيوان اللي بيعيش في البرجري طبعا سيلمته اللي هو الخروف بيسألك اخيك ليه انت بتركب الطيارة طبعا بنركبها عشان بور فيايجي على ترانجير عشان نسافر الى الخارج فو زالي اسيستي اقين فيدي مرياج دي فوت رقوبة انت حت تحضر حفل زواج صديقك فو ديت افوت رمير بتقول ايه لولدتك بتقول لها هنا كالاكسسوار جي دوا بورتي الاكسسوارات المفروض ان انا البسها بنحل صفحة 21 اسئلة القرامير جام لليجيم انا بحب الخضروات طبعا هنا بدور على كلمات تنفع جامعة مذكر جامعة مذكر ما تنفعش الاولى مفرد مؤنس جامعة مؤنس طبعا فري اللي هي التازجة سي كايي سانت اقلي بنقول ان الكراسات دي بتاعت علي بنقول وي هم مبتوع سي سانت سي كايي سي كايي هنا بتعود على علي كراسات علي نولي مترو بوراليو سينيما طبعا بتصريب فرب براندر مهم جدا نو برينو ناخذ المترو طبعا نخلي بنا فرب جوي بيجي بعده ايه طبعا هنا بنختار او لان هنا عندنا اللعبة اللي بعدها لبعض النوعات كلمة مفرد مذكر جام ليفروي الام ليفروي هو بيحب الفاكهة وي نوعات ايم بكو احنا هنا عايزين نعوض بضمير شخصي مكان ليفروي عايزين نقول ايوه هو بيحبها هنا المفعول بتاعنا اللي احنا عايزين نحل محله مفعول به مباشر مباشر جامع يبقى ليه نعم احبهم كثيرة يعني ايه مباشر يعني ما فيش فاصل ما بينه وبين الفعل وكلام ده شرحناه في درس الضمار الشخصية بقوله هنا امتى كون تعمل مشتروات العربية نوعات الاوتوبيس هنا بري دي مش هتنفع لان احنا لو استخدمنا بري دي كان مفروض بقيت بري دي يوم وكانت حزفت اللي طبعا دي حروف القر اللي خدناها في سنة تانية دي ما تنفعش لان دي وليه ما يقوش ورا بعد ابدا اكوتين برضو حيكون وراها دي زي هنا طبعا هنا حنختار دي فا اللي هو امام ايير مباقي بالامس بالامس بشوف ايير افان تيير امس قبل امس او بس اي او ماضي يبقى هنا بدور على ماضي مركب يبقى اير انتري ما مير فيه ما مير فيه دايما فيه بيج وراها دي ومش تقطة ايقنا شوبنج كلمة مذكر فبنقول دي شوبنج مش طروات نحلم مع بعض صفحة اتنين وعشرين بوفو لي ان اوترو بوسو انت عايز مشروب اخر نو جي ني اون في طبعا هنا بنخلي بالي هو بيقول انت عايز مشروب اخر بقول لا انا مش عاوز منهم طبعا هنا بلي لم قعد اريد بعد كده بنقول انفا علي وسينما سافو احنا هروح السينما داي ناسبك سافو دي افو نواط فم طبعا نخلي بالي هنا ده تعبير على بعضي افوار فم افو افوار سواف اللي هو يشعر بالقوع او يشعر بالعطش افوار فروا يشعر بالبرد افوار شو يشعر بالحر طبعا هنا بقى انا بتدور على تصريب فارب افوار مع الفو يبقى افو جي فودري انا اوريد ان ديابلومنت اللي هو مشروب النعنع بوم تيميد دا لقاتو بقولوا هنا كم بيان دي باقترعدات الاستفهام حشان حسب معنى القملة كم بيان دي بوم يعني كم تفاحة حنحطها في القاتو الباص لفاكانس على فارم هي بتقضي الاجازة في الريف طبعا هنا بنختار توجور يعني دائما رياء يعني شيء مش هتنفع جومي بتيجي في النفي برضو ما تنفعش برسون ولا شخص مش هتنفع طبعا بنختار النفي برضو حسب معنى الجملة نحن نحب طبعا اللي هو كلمة مؤنسة بنقول لك والاهنانة وصلنا لهاية الفيديو بتاعنا يا شباب ما تنسوش اللايك ونلقاكم في فيديو القادم بإذن الله أروفار ما تنسوش اللايك ونلقاكم في فيديو القادم بإذن الله أروفار